اشتركوا في القناة الحجب من الغيوب السموء الحجب الفوقانية لا أبسط تلك الحجب تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول الطموح بمعنى الارتفاع نقول لفلان طموح يعني يريد أن يرتفع طامحات العقول يعني العقول المرتفعة ولذلك تجد هؤلاء كثير من الفلاسفة والعرفاء في اليونان قبلها بعدها حينما بدأوا يفكرون في ذات الله وفي صفاته احتاروا وذكروا كلاما باطلا كثيرا إذا الإنسان ينبغي عليها أن يقتصر على ما بينه الشرع له والشرع بين الجوانب في تلك الجوانب الإنسان يتعمق يصل إلى حقائق أما أن يتجاوز الشرع يتجاوز القرآن يتجاوز سنة وسيرة الرسول والأم عليهم الصلاة والسلام فإنه يظل لأنه لا يمتلك الأدوات يعني مثل فهد واحد مثلا أعمى زيان واحد بصير ماخذ إيد هذا الأعمى يحرك في الطريق المستقيمة ما دام هذا الأعمى ممسك بيد البصير هو دا يسير في الطريق هس هذا الأعمى يكون أعقل العقلاء وأكبر المفكرين مثلا أكو بعض الناس هم عباقرة لكن أصيبوا في أجسامهم وهذا ليس نقصا في الواقع يعني إذا كان يمتلك الإيمان والعلم ليس نقصا هذا صحيح هو تعويق في الجسد لكن هذا تعويق لا يمنعه من الكمال أفزين ما دام هذا الأعمى ماسك بيد البصير يسير في الجادة المستقيمة إذا هذا الأعمى ترك يد البصير يمشي خطوات شوية شوية ينحرف من الطريق لا لأنه ليس عاقلا لا لأنه ليس مفكرا لا لأنه ليس عبقريا لكن لأجل أنه لا يمتلك الأدات التي تسبب السير في الطريق المستقيمة تلك الأدات العين الباصرة مثلا في مسائل التوحيد إذا واحد تجاوز القرآن وكلام الرسول والأم عليه وعليهم الصلاة والسلام مهما كان عبقريا لأنه فقد المنهجية الصحيحة فلذلك ينحرف كمن حرف الكثيرون تشوفوا الآن الفرق الإسلامي إذا واحد يقرأ التاريخ أيضا وكتب الكلام يشوف فرق كثيرة وعقائد سخيفة جدا السبب في ذلك أنهم تركوا الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى والرسول قبل وفاته والصابه إني تاركن فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي تركوا كتاب الله لأنه فسروهم فسروه بآرائهم السقيمة تفسيرا خاطئا تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم أخذوا العام وتركوا الخاص وما إلى ذلك وأما أهل البيت فأقصوهم إقصاءا شديدا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر